موسيقى أهم توقعات الفلك لمواليد برج الثور بشهر أذار مارش من عام 2023 يا عزيزي بتزول الصعاب بهالشهر لح نحكي عن التوقعات المهنية بهالفيديو وعن التوقعات أعطفية بفيديو آخر بتزول الصعاب بهالشهر الواعد ويلي بيغير المنحة أو بيقلب الأمور لمصلحتك وهيدا شي منيح حتى تتحول كواكب كتير لمواقع مناسبة لإلك وأهم كوكب ميركور كتير مهم ميركور بس يتحرك وكتير مهم لأنه بيدل على نجاح أو على فشل بينتقل لوين إلى برج مناسب لإلك هو برج الحوت وبتريق ثلاثة تحديدا فبيفتح قدامك باب التسويات والحلول واللقاءات المفيدة يلي كان عبيضغط عليك بالسابق بيحررك حاليا من ملابساته ومن كل فواصله السلبية لما ينتقل إلى برج الحوت بكف عن معاكستك لأنه طال أمد هالمعاكسة لما كان ببرج الدلو أكثر من سنتين ونصف تقريبا لازم تسجل بهالتاريخ شي مهم بين سبعة وثماني سجلي بين سبعة وثماني نقطة انطلاق جديدة بحياتك لأنه لحتكون إلى الأفضل بتستعيد ابتداء من هالوقت كل شي كان ضائع وبتدعمك الأفلاك بتوظيف طاقاتك بمجالات واعدة على الأقل بيزول الخطر من حياتك أو الأمور اللي كانت ضغطة لدرجة حزينة محزنة تقيلة فينيوس بالسور ابتداء من تاريخ سبعة عشر كمان يعني ببرجك بيحفز قدراتك المهنية وبيخليك تكون عندك انفتاح على جهات كتيرة وبتخلي علاقاتك مزدهرة ترجع السئة بالنفس عزيزي السور هالسئة تطلقك نحو الأفضل ما رح يتأخر كوكب مارس عن اللحاق بهالقافلة الفلكية الواعدة والجيدة فبينتقل شوي مخر بس منيح بطريق ستة وعشرين لبرج السرطان يعني لموقع آخر جيد لإلك وبيجعلك تستعيد الإمساك بزمام الأمور وتحول أحلامك إلى حقائق يمكن أنت شفت الكتاب وبتعرف قدي فيه إشي حلوة من هلأ ورايح وإذا ما معك الكتاب بنصحك هالكتاب إذا بعد ما تطلعت عليه بس تطلع عليه ما رح فيك تفارقه ولا سنة طالما أنا قادرة إني أصدره بدنا نقلك إنه بتحول أحلامك إلى حقائق بوقت بعده كوكب بلوتون داعم لإلك بالجدي ونبتون ضامن الاستقرار النفسي وهو بالحوت بتبلش تستفيد من تجاربك السابقة بتنطلق نحوه مشاريع جديدة بتكون الظروف سعيدة بحياتك بتلتقي بأشخاص بيدعموك وربما بتعدت على الناس بترجع تعاود اللقاء فيهم وبيكونوا إلهم أثر جيد بحياتك يمكن ترجع إلى محيط اشتقتله تستعيد الساقة بالنفس القدرة على التحرك بحرية توضع لمساتك بكل المجالات اللي هي مجدية تحسن الأداء عزيزي ثور كأنك تسترجع الدينامية والحيوية تتغير نظرتك إلى بعض الأمور من بعد ما كان في يأس في أمل جديد وبيحل التفاؤل محل التشاؤم كأنه الأفلاك قررت أنه تغفر لك أخطاء سابقة أو إذا بدك تنتئم لك بها الفترة ما عادت هيداك الإنسان يلي بيشعروا أنه كل شي نهار حوله لا تلاح تشوف بصيص نور بكل شي بتواجهه وبتمتد يد العون لإلك قدرياً متل ما أنت بتحب فبتستعيد أنت حب الحياة والسقة بالحياة والأمل بتغوص بمشاريع مهمة كنت أحلم فيها أو ربما لأول مرة بحياتك بتوفر لك الأرباح استعد استعد لها الإنقلابات الجيدة بحياتك إذا بتريد ساتير يعني بنتي إلا برج الجود برج الحوت جديد بيحصل بحياتك على شي مهم بيشير لعمل أو انتماء مهني أو مشروع بتختبره حالياً وبيعدك بالنجاح إنت ماشي على خط واعد فيك تقامن بهالشي وما تضلك متضيق متشائم مش مصدق بتقول لي لا لا الحياة ما مش منيحة إيه الحياة مش هيناء يعني كنا بنعرف ونحنا عم نناضل فيها ويلي خليق عادي بس بدك تعرف إنه هلأ في حماية لعلك بتحميك الأفلاك حتى من أفكارك السودة هايدي يلي انتبتك لفترة طويلة حتى من الأحقاد يلي حملتها بسبب سوء معاملة تعرضت لإله كأنك لح تطلع من قوقعة وتعاود الثقة بمستقبلك على الصعيد العاطفي تبعني بفيديو آخر اشتركوا في القناة